قصة باقي معنا ثلاث دقائق أو دقيقتين مع القصة مختصرة أو طويلة؟ عندي قصة مختصرة والله يعني هذه قصة رواها ابن عباس الاسلام لما جاء أقر مكارم الأخلاق كلها والأشياء السيئة كان فيه تاجر من قريش تاجر صاحب مال وعنده عمال يروحون معه رحلة الشتاء والصيف وكان من ضمن هذا العمال ولد شاب من بني هاشم يتي يذهب معه ذلك الرحلة كانت رحلة شتاء وأقبلوا على صنعاء في صوب اليمن وناموا أصبحوا العمال أخذوا الحلال وقدزوا وقدامهم هم باقي نايمين باقي عندها ركايب أن يركبون عليها نايم هذا التاجر جاء عرابي عند الولد هذا قال أني لي جملاً شرد عليه وأبغال لي عقال فكن فك العقال من البلدي وأعطيه والتاجر أحمق أخذ للرجل العقال ورحل لما نوعى له واحد من البل ما فيه عقال قال وين عقالها؟ قال كان يعرابي يسأله أعدتي قال تعطي حقي حدث بحجر فأصاب منه مقتل فقتل فلما رأى يموت أخذ إبله وساقها ولحق عماله ورح وراء وخل ذا يموت قبل ما يموت جاه عرابي قال يا عرابي هل ستشهد الحج الموقف؟ قال إن شهدت السنة دي ولا شهدت السنة الجاية؟ نازم قال إن شهدت فأسأل عن قريش فإذا اجتمعوا إليك فأسأل عن بني هاشم فإذا اجتمعوا إليك فأسأل عن أبو طالب فإذا جاءك قل فلان قتلها فلان الله ثم مات هذا الأعرابي حفظ السر ولم السنة دي ما جاء السنة جاية هذا رجع منه سفرته قال وين هو؟ قال والله أصابه مرض وأقمنا عليه مدة طويلة ومات ودفناه قالوا مثلك يفعل الجميل وخلاص الحق الثاني جاء وهم في مناء قالوا إلا لو عرابي طالع على جنب مناء ولا ينادي يا قريش يا قريش يا قريش اجتمعوا قريش له قال أين بني هاشم بني هاشم اجتمعوا بنيه أين أبو طالب قال أنا نعم عم النبي عدد السودسام قال إن فلاني فيه يوم فلان كذا كذا يوم الفلاني كذا كذا وقت شاب بن يموت يحتضر ويقول أبلغ قريش وأبلغ بني هاشم وأبلغ أبو طالب إن فلان قتل فلان الآن هذي عندي شهد قالوا هو من خبيلة ثانية فيه من قريش قام قريش وابو طالب وقال يا قريش ورجالنا عند دفلاء جيبوه نقتله ما نتجيبه المهمة اختلفوا قالوا أما تحلفوش في الدين أما تحلفون خمسين يمين يجي منكم خمسين حالف خمسين حالف يحلفون أو تجيبون مئة من الابل ذية هذا حكم أول من حكم بابو طالب نعم قالوا خلاص نحن نحلف اللي هم جماعة الرجال هذا يحلفون ظلم وبهتان هذا هم ما يدرون عنه اجتماعوا منهم خمسين من ضمن الخمسين هذي شاب بن يتين جاءت أمه قالت يا أبو طالب ولدي يتين ولا عليه شيء هل أستطيع أن أفدي دينه قال لي أفديه بناءقتين أفديه بناءقتين أخذوا الناءقتين وعفوا الولد قام رجل منهم قال أنا أتأفدي ديني بناءقتين قال أخذوها منه وافدوه بقي ثمانية واربعين قاموا حلفة ثمانية واربعين يقول ابن عباس والله أنه ما شاهد العامل جاي منهم واحد أنهم ماتوا كلهم هذا قبل الإسلام قبل الإسلام قبل الإسلام أنه ما بقي منهم واحد فأقر الإسلام حاجتين أول شيء أقر المئة من الإبل صارت دية ثم أقر الخمسين يمين الحالف على من أنكر وهذه من قصص السلف هذا لديه قتل نعم لا لديه قتل وترى قبلها أقرها عبد المطلب في ولد عبد الله عبد الله عبد الله نعم نقول بيض الله